دولة إسرائيل أنشئت لتكون مكانا آمنا للشعب اليهودي في هذا العالم وإذا لم تكن إسرائيل موجودة لكان علينا إنشاؤها من جديد واليوم على إسرائيل أن تكون مجددا مكانا آمنا للشعب اليهودي وأنا أعيدكم أننا سوف نبذل قصار جهدنا لتحقيق هذا الأمر منذ 75 عاما بعد 11 دقيقة من إنشائها رئيس ترومن أصبحت الولايات المتحدة الأمريكية الدولة الأولى التي اعترفت بوجود إسرائيل وسوف نقف إلى جانب هذه القناعة اليوم أيضا